مربط الفرس هو انه العاصمة الادارية الجديدة تصبح من يوم الثلاث خد بالك من يوم الثلاث تصبح مركز سدة الحكم وده انتقال جديد يعني خلي بالك انه بالمناسبة هي الافكار برضو يعني تقريبا زمان مصر كانت بتتحكم من لقصر من طيبة فمرحلة اخرى كانت بتتحكم من ميت رهينة اللي هي منف مرحلة اخرى اصبحت بتحكم من الفستات وبعدين تعملها امتدادات زي القطائع على السبيل المساعد او زي ما بعد كده سمناها القاهرة وتم تعمير اجزاء كتير حول المكان الذي نعرفه الان بالقاهرة نفس القصة فيما يتعلق بالعاصمة الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة هي تعمير حول القاهرة وانتقال اداري للقاهرة بالمناسبة لعاصمة الادارية الجديدة هتلاقي فيه بعد كده ممكن يقول في حاجة مثلا اسمها العاصمة الثقافية العاصمة السياحية العاصمة الاقتصادية الاخ 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 هكذا تدار الامور لو عاوزين الامور تجري معانا ونسابق الزمن لان احنا في حالة سباق مع الزمن بس انا عايز ارجعك على مسألة انه خطوة جديدة في مشوار بدأ من سنة 2014 لجمهورية جديدة بيوم الثلاثة احنا مش عارفين بعد ما الرئيس ان شاء الله يقوم بحلف اليمين الدستورية امام البرلمان المصري بغرفته مجلس النواب ومجلس الشيوخ اكيد هيتكلم فيه موضوعات اكيد شديدة الاهمية بس كمال لازم تبقى عارف انه من هذه اللحظة باذن الله سبحانه وتعالى يوم الثلاثة فمجلس المحافظين اي محافظين مصر عمليا يصبحوا طبقا للدستور طبقا للمواد القانونية يصبحوا في حكم المستقلين وبالتالي هيبقى بالتأكيد فيه عندنا وجوه جديدة دماء جديدة fresh blood على رأي ما الجماعة الانجليز يحبوا يسموا هذه الامور كذا الحال يا ترى هل ترى الحكومة هيبقى شكلها عامل ازاي زي ما هي ولا تحصلت غير الله اعلم تاني انا بأكد لك على كلمة الله وحده اعلم ده نمر واحد فوق الجميع بعد كده الرئيس ما الذي يدور في عقل الرئيس انا بقول لك لا احد يعلم قد يكون ثلاث اربع اسماء فقط لغير ومن اقرب المقربين وفي اكثر المناصب حساسية وبس وايه وبس